لا تاني حاجة تحصل في نفس التوقيت بالنسبة لمحمد رحيم مظبوط او الحقيقة هم تلاتة يعني ايو صح انه يبقى فيه منصة عالمية بترصد اللي حصل خلال خمسين سنة في الغنج مظبوط رولينج ستون اه فيبقى من ضمن الخمسين سنة دول صحيح فيه تقريبا خمس اغاني لمحمد رحيم مظبوط من الخمسين اغاني من الخمسين اغاني اه دي يا حبيبي طبعا مجلة رولينج ستون العالمية الكبيرة اللي هي بص حبيبي تبقى حاجات بقى مهمة جدا اللي هو فيه جواز زي زي ما انتعارف حبيبي ممكن تاخدها سنويا اللي هو اقولك مثلا احسن ملاحن السنة دي احسن حد عمل اعمال درامية فبتحتاج شغل سنة واحدة بس يعني لكن دي جائزة مهمة جدا كمان انا بعتبرها لانها بتحتاج شغل خمسة وعشرين سنة عشان تاخد جائزة زي دي لانها بتبقى جائزة اسمها جائزة سينشري اوورد سينشري اوورد بمعنى لازم تشتغل يا اما خمسة وعشرين يا اما خمسين يا اما بعد مئة سنة يعني عندك الفنين بقى العظماء اللي سبقونه طبعا فنان يعني خلال الزكر الفنان سيد درويش والاستاذ طبعا عبد الوهابي والاستاذ بريخ حمدي الناس اللي اشتغلوا السنين دي كلها طبعا هم اللي ممكن ياخدوا كمان الجواز اللي تبقى المئوية والخمسينية اه وهكزان الجائزة دي حبيبي اسمها جائزة الميلينيوم اللي هي جائزة الالفية هم قالك احنا هنعمل سيرفي او زي استقصاء عن كل الاعمال العربية مش بس المصريين اللي تقدمت من سنة الفين لحد الفين اربعة وعشرين. اربعة وعشرين سنة اللي هم اربعة وعشرين سنة دول اللي هي تطور اللي احنا فيها دي خلاص بتخلص هتبدأ ان شاء الله الفين خمسة وعشرين. فصف طبعا من الاف الاغاني انت بتتكلم في شغل الوطن العربي كله طبعا. يعني شوف كل الالبومات اللي نزلت بكل المسلسلات بكل الاعمال الاسعائية بكل اعمال الدرامية طلعهم كل كام الف اغنية دول خمسين بس. انا طلع عندي الحمدلله عشرة في المية تقريبا من انتاج الوطن العربي كله ومنهم طبعا اغنية اللي هي اللي رجعتني تاني اول تعاون بني وبين نوال الزوربي طبعا واجمل احساس اول تعاون بني وبين إليسا وليه بيدالي كده برضو اول تعاون بني وبين روبي في بدايات خالص وزي ما قلنا صبر قليل اول تعاون بني وبين شرين انا سعيد بقى كمان انه اا انه اكبر طبعا يعني انا طلعت في المسابقة دي اكبر ملحن عنده عدد اغاني جوة السيرفي ده ابو خمسة وعشرين سنة معناها ايه بالنسبة لي حبيبي معناها ان بعد خمسة وعشرين سنة فيه ناس انت تتعاملت معهم كانوا لسه بيبتدوا يعني الجازة زي كده انا كان ممكن مسلا اغنية حبيبي العربية له هم حتى كدبين تدخل في السباق اا مسلا مع الفنان عمر دياب اوكي وينفع وكل حاجة ما هي برضو غير نوع عالمية وخدت جايزة ميزيك اوورد ومشورة في العالم كله بس هو طبعا عمر دياب عنده هيتس كتير وتمالي معك هي اللي خدت الجايزة او مش الجايزة خدت اللقب يعني او خدت حجزة هذا المكان لصديقي الجميل الرائع الفنان شريف تالي وكلمات صديقنا حبيبي طبعا اللي ارحمه الجميل احمد علي موسى كلهم طبعا تيمورك الرائع وطبعا على قصور الفنان عمر دياب استاذ محسن جابر كلهم الناس اكتهدوا جدا وكلهم الناس اروع من الجمال كله بس انا يسعيدني جدا بقى في هذا الاستخصاء ان انا اخد جايزة بالاهمية دي مع ناس انا بالنسبة لي كم معظمة والناس بتبتدي ده معناه ايه ان انت ساعيتها مش كنت بتشتغل عشان انت منبهر فقط بالاسم بس اسنان طبعا نقول السوق عشان كان بدأ بادتها طالبع سنين وإليسة كانت عاملة كانت تاني ألبوم ليها كانت لسه ورده في البداية مش زي إليسة بتاعت النهار دي وشرين كان أول ألبوم ليها حرفيا وروبي كان أول ألبوم ليها حرفيا ما كانوش لسه نجوم معناها ساعيتها يا محمد اننا بكتشفه النهار ده بعد مرور 25 سنة ان احنا الحمد لله جماعة ما كنتش بنبيع غاني بقى ده ما كنتش بعمل غانوا عشان ننجح في السوق بسلا ساعتها أو في السيزون نكسر الدنيا أو ندفع الإيجار أو ندفع الإيجار أو المطر بيلف ويجيلك تاني نأمل غانوتين تلاتة أحسن من اللي كنا عاملينهم لا 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 يعني طالما الموضوع تكرر مع أسماء كانت لسه في مرحلة البدايات منهم اللي كان من الزيرو خالص منهم اللي كان يعني خد خطوة أو التانية ودي التانية أو التالتة في مشواره ثم خدنا خطوة مع بعض صنعة الفارق يعني صنعة الفارق اللي تحول لتاريخ بعد كده ورجع اللي نجح نجاح كبير فدي طبعا حاجة انت طبعا حبيب فنان وفاهم قد إيه هي عظيمة عند الفنان خصوة إن أنا كنت في العشرنات يعني كنت لست في سنة